إلى السودان وأزمة الأزمات العالمية المنصد الدولي للجوة يحذر من خطر انتشار المجاعة في أربع عشرة منطقة مأهولة ومقتضة بالسكان في أنحاء السودان في حال تصاعد الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وتشمل المناطق السودانية في تقرير المنصد أجزاء من دارفور والخرطوم وكردفان وولايات الجزيرة وكشف التقرير أن نحو مليون سوداني يواجهون أسوأ مستويات الجوع في حين يعاني نحو 20% من سكان السودان نقصا حادا في الغذاء قد يسفر عن سوء تغذية حاد ويطلب استراتيجيات تعامل طارئة في مواجهة الأوبئة والأمراض نلقي نظرة على ما خلفته الأزمة في السودان بالأرقام بعد مور أكثر من 14 شهرا على بدئها دون حل دولي يلوح في الأفق ويوقف الحرب والمعارك التي خلفت أكثر من 13 ألف قتيل حتى الآن مع معاناة تلامس 25 مليون شخص يواجهون نقصا حادا في الغذاء ويتهددهم جوع محتم الأمم المتحدة حذرت من تعرض أكثر من 700 ألف طفل لسوء تغذية الحاد إضافة لأحد عشر مليون نازح اضطر لمغادرة منازلهم بسبب المعارك الضارية أو جراء الخوف من الاشتباكات والموت كما أدى الوضع الإنساني المتدهور إلى انتشار الأوبئة والأمراض مع تسجيل حالات مرتفعة من الكوليرا وحم الضنق وسواها من الأوبئة ومتبعة لهذا التحذير وهذه الأرقام المرعبة نرحب من نيروبي بالمستشار العالمي الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين كارل شكامبري سيد كارل ماذا تعني هذه المجاعة حننحهم مليون طفل تتهددهم الأوبئة وسوء التغذية وبالتالي نمو مقلق لحالات صحية متدهورة لمستقبل الشعب السوداني وماذا عن عشرات الملايين الذين يعيشون تحت قط الفقر ويتهددهم الجوع أيضا ما المطلوب دوليا بالنسبة لملايين السودانيين الذين يعانون من هذه الأمور والعالقين على الحدود ويشهدون كل هذه الأمور ودمار المشفتشفيات والمدارس ومن يبحثون على الملاجئ ويهربون يفرون من الموت والمجاعة نحن لم نرى سابقا أشخاص يموتون جوعا فهذا موضوع جديد وهذا يؤثر على الملايين هناك خمسة وعشرين مليون شخصا يعانون حاليا من نقص في الطعام ولا يعلمون ما الذي سيتناونه غدا لو ذهبوا وخلدوا إلى النوم اليوم حوالي 750 ألف شخص يعانون من مجاعة حقيقية حاليا وموتا وشيكا وهذا الرقم أخذ بالإزدياد والوضع يتدهور ما نحتاج إليه هو أن نجمع الطرفين لوضع نهاية لهذا النزاع والصراع والكف عن الهجوم على المدنيين وهناك حاجة ماسة لإنهاء هذا العنف في الخرطوم ودارفور وولاية الجزيرة وفي كل أنحاء البلاد هناك أيضا مناطق يصعب علينا الوصول إليها وتقديم المساعدات الإنسانية والطعام قبل أن يلقوا هؤلاء الأخص حتفهم هناك تحديات شديدة بالإضافة إلى البيروقراطية والكثير من الجماعات والوضع يتدهور ويزداد السوء نحن نريد من المجتمع الدولي أن يلعبوا دورا مؤثرا في هذا السياق على أطراف هذا الصراع ولنتأكد من عدم الحاق الضرر والموت والمجاعة بالمدنيين سيد شكامري تتحدث أن الخرطوم غرب دارفور وأيضا الجزيرة هناك قتال مشتعل يستدعي وقف لإطلاق النار يستدعي تهدئة القتال لا يسمح بتقديم هذه الغاثة ولكن في المقابل أيضا هناك أرقام متدلية هناك شح في هذه المساعدات والمتصلة بمأساة إنسانية قد تستمر لعقود طويلة المؤتمرات السابقة التي فشلت ما المطلوب يتحول السودان إلى أزمة منسية مع هذه الأرقام غير المسبوقة في أي من الصراعات؟ إن جزء كبير من هذه المشكلة التي تتحدث عنها هو حقيقة أن الكثير من المحاصيل الزراعية التي كانت السودان تعتمد عليها سابقا قد تم تدميرها الكثير من الأراضي الزراعية تأثرت وتضررت الكثير من مصادر المياه انقطعت وهذا سيجعل من السودان في موضع لا تحسد عليه من الجوع والمجاعات وخطر الأمن الغذائي إن الدول المتبرعة التي تعهدت بملياري دولار أو أكثر والكثير من البلدان المجاورة لها لمساعدة الشعب السوداني ووضح حد لهذه المجاعة نحن لم نحقق سوى 20% من التمويل الذي حصلنا وعودا على تحصيله بالنسبة للسودان ونحن نحتاج إلى هذا النوع من الدعم بشوصورة ملحة وطارئة لنحفظ على الأرواح كما قلت نحن نحتاج إلى كل الضغط والتأثير الدولي ومن كل الأطراف المتصارعة لكي يسمح بمرور المساعدات والوصول إلى وجهتها وإنهاء هذه الأمور من كل الطرفين وبطرق مختلفة وهذا هو الحل وهذا سيضع حدا إلى هذه الأمور سيد شابري في دقيقة واحدة تتحدث عن الهدف أو الغاية ولكن هل هذلك أيضا حاجة ملحة للدعوة لمؤتمر جديد إن كان للمانحين أو حتى للسلام وماذا يعني استمرار هذه الحرب بين طرفي النزاع من فضلك باختصار شديد نعم في شهر أبريل قد عقد مؤتمر وتم الخروج من هذا المؤتمر بتقديم وعود بالتبرع بملياري دولار وأن يتم بذل الجهود لإيقاف النار على جهود تبذل وبالضغط على كلا الطرفين ولقد تعرضت السودان لإهمال كبير في ظل هذه الظروف وأنا مؤمن تماما بأن هناك المزيد من الضغط الذي يمكن ممارسته على الطرفين لإنهاء هذا الصراع ومناقشة السلام وهذا في غاية الضرورة أشكر ضيفنا جزير الشكر المستشار الإعلامي الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين كارل شكيمبري كنت معنا مباشرة من نيروبي تحدثت عن الأرقام عن المؤتمرات عن الأموال المطلوبة لمنع هذه المأساة والمجاعة عبر رادار الأخبار وعبر اسكاينيوز عربية